بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات المدارس السنوية الزراعية الصف الأول المدارس المطبق بها منظومة الجدارات المهنية تخصص فني معامل وحدة إعداد معمل الأحياء أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي تالت حلقات مادة إعداد معمل الأحياء احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت اديتكم فكرة عن المنظومة وعرفنا يعني ايه وحدة وعرفنا يعني ايه مخرجات تعلم وعرفنا أيضا معايير الأداء وعرفنا أيضا أدلة التعلم الواجب على الطالب جمعها لكي يبرهن أنه أصبح جديرا في أحد المهمات الموكلة إليه وعرفنا أيضا أنواع الأدلة قلتلكم في أدلة أساسية لا يتم الاستغناء عنها أثناء إجراء عملية التقييم والتحقق وفي أدلة داعمة الطالب بيقدمها علشان يثبت كفاقته ويثبت جدرته في المهمة الموكلة إليه وبعد كده بدأنا ندرس مع بعض أولى مخرجات التعلم في وحدة إعداد معمل الأحياء قلنا يعد المواد والأجهزة والأدوات والإعداد خدنا منها أول حاجة في الحلقة اللي فاتت يرتب الأجهزة والمواد وده طبعا بتبقى وفق اشتراطات الواجب اتباعها في معمل الأحياء وإحنا درسنا مع بعض واستعرضنا مع بعض أهم الشروط والاشتراطات الواجب مراعاة عند العمل في معمل الأحياء سواء كان ارتداء الملابس الواقية أو حتى عدم تناول الأطعمة واتباع تعليمات المقيم أو المدرب أثناء إجراء الاختبارات وإعداد وترتيب الأجهزة المختلفة وكيفية التعامل وتداول الأجهزة داخل معمل الأحياء وإيه هي المواصفات القياسية الواجب توفرها في معمل الأحياء وخدنا أنواع مختلفة من الأدوات خدنا الكأس الزجاجي خدنا المخبار المدرج خدنا المصات خدنا الشراح الزجاجية خدنا خمات أيضا خدنا السايكوتين خدنا الفورمالين خدنا الكحول خدنا أجهزة أيضا زي المجهر الضوئي العادي وخدنا المجهر التشريحي وخدنا الوتوكلاف أو الحضانات كل دي أجهزة درسناها مع بعض من ناحية المعيار الأول للمخرج الأول اللي هي يرتب الأدوات والأجهزة وفق اشتراطات العمل في معمل الأحياء تعالوا بنا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم وحنستعرض فيها باقي معايير الأداء الخاصة بمخرج التعلم الأول اللي هو يعد الأدوات والأجهزة وفق اشتراطات العمل في معمل الأحياء تعالوا بنا أعزائي الطلبة والطالبات نبدأ حلقة اليوم هنستعرض فيها مع بعض إرشادات لحفظ الأجهزة المعملية بمعمل الأحياء دلوقتي أنا عايز أعمل عملية حفظ للأجهزة أنا رتبتها عايز أعمل لها عملية حفظ أنا عندي أجهزة وأدوات بتبقى غير زوجاجية يعني مش مصنعة من مادة زوجاجية بيتم حفظها في خزانة خاصة وبتكون بعيدا عن المواد والخامات وده منعا لتعرضها للتلف طيب تعالوا نشوف باقي الإرشادات لو عندي بقى الأجهزة المعملية دي بتكون كبيرة في الحجم أعمل لها عملية حفظ إزاي بيتم وضعها داخل خزائن خاصة ويجب وضعها في مكان مناسب وتكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة العالية كما يجب أن يتم تغطيتها بالأغطية البلاستيكية الخاصة بها لمنع وجود الغبار أو وصول الغبار إلى هذه الأجهزة تعالوا نشوف مع بعض الإرشادات لحفظ الأجهزة المعملية بمعمل اللحياء أيضا لو بقى كانت الأجهزة اللي عند دي أجهزة كهربائية يعني بتعمل بالطيار الكهربي زي الحضان، زي فرن التكفيف، زي الأوتوكلاف بيتم فصل الطيار الكهربي عنها مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاستخدام طب تعالوا نشوف أدي صورة بتبين لك شكل المعقم بالهواء الساخن وده طبعا بيستخدم فيه تعقيم أطباق بتري والمصات وده طبعا صورة بتبين لك طريقة استخدام المايكروسكوب الضوئي العادي وهنا نتطرق بالدراسة لمعيار الأداء رقم 2 في المخرج رقم 1 اللي هو معياره 1-2 بيختار الأدوات والأجهزة اللازمة وفقا لمتطلبات التمرين أنا عندي أدوات وأجهزة كثيرة جدا داخل معمل الأحياء كل تمرين من التمرين المكلف بالطالب التدريب عليها بيكون لأدوات خاصة به يبقى احنا هنختار أو بيقوم الطالب باختيار الأدوات والأجهزة اللازمة للتمرين العملي بالمعمل وفقا لمتطلبات التمرين وده داخل نطاق الاشتراطات المعمول بها في معمل الأحياء تعالوا نشوف مثلا وليكن في تدريب بيقولك اختر الأدوات والأجهزة المناسبة لفحص شريحة بكتيرية مجهزة اختار ايه بقى عشان اعمل فحص ليه شريحة بكتيرية مجهزة ولا تكون شريحة من بكتيرية حمض الليكتيك مثلا اعمل ايه اول حاجة بنحضر شريحة مجهزة بغشاء بكتيري من بيئة اللبن الزبادي طبعا دي شريحة مجهزة اتنين ايه اللي انا هستخدمه في الفحص مايكروسكوب به عدسة زيتية طب عدسة زيتية يبقى لازم رقم 3 يكون عندي زيت السيدر اللي بيستخدم في فحص الغشاء البكتيري بالعدسة الزيتية وانا حابب بس اديكم فكرة انه زيت السيدر زيت مهم جدا لابد من وضعه على الشريحة المراد فحصها ليه لانه زيت السيدر ده بيعمل على تجميع الاشعة وزيادة شدة الاضاءة وبالتالي بيزيد من وضوح الرؤية لمن يقوم بفحص الشريحة البكتيرية لانه معامل انكسار الزيت بيساوي معامل انكسار الزجاج وبالتالي يعمل ذلك على تجميع الاشعة وزيادة شدة الاضاءة ووضوح الرؤية للعينة او النموذج المراد فحصه تحت الميكروسكوب بالعدسة الزيتية لو جالك في الامتحان اخطر يتم استخدام العدسة نقط الزيتية ولا الشيئية ولا الشيئية الكبرى عند فحص التحضيرات البكتيرية هتقوله على طول بيتم استخدام العدسة الزيتية تعالوا نشوف مع بعض كيف المعيار رقم ثلاثة في مخرج التعلم رقم واحد اللي هو معيار واحد ثلاثة ينظف الادوات والاجهزة اللازمة للتمرين العملي وفقا لتعليمات المعمل انا عندي اجهزة كثيرة جدا وانا استعرضناها مع بعض بالصوت والصورة في الحلقة السابقة وكانت حلقة شيقة جدا لأعزائي الطلبة والطلبات ولنا ايضا لان احنا نقلنا معمل الاحياء داخل الستوديو وقدمنا لكم نموذج افتراضي لمعمل الاحياء في الستوديو في برنامج في بيتنا مدرسة تعالوا نشوف بقى كيف يتم او كيف نقوم بتنظيف الادوات الزجاجية الجديدة يعني التي لم يتم استخدامها قط اول حاجة ممكن ان انا استخدم حامض الهايدروكلوريك او الهايدروكلوريك اللي هو رمز بتاعه HCL بتركيز واحد في المية لمدة بضع ساعات وبعد كده اقوم بعملية غسيل جيد بماء الحنفية او بنقول عليها ماء الصنبور وبيتم شطف الزجاجيات بالماء المقطر بعد اجراء عملية الغسيل طيب تعالوا نشوف لو كانت الادوات اللي عندي ادوات زجاجية مستعملة عندي اكتر من طريقة الطريقة الاولى بتنظف الانابيب بواسطة فرشاء اللي هي الانابيب الاختبار اللي احنا اخدناها بتستخدم في اجراء الاختبارات المعملية في بواسطة فرشاء خاصة وصابون ثم يتم شطفها بالماء النظيف عدة مرات وتوضع مقلوبة بسلة التكفيف نمرة اتنين اطباق بتري اطباق بتري طبعا شفناها مع بعض في الحلقة السابقة وحوريكم فيديو برضو بتم عمل البيئات الغذائية في اطباق بتري اطباق بتري بتم تنظفها باستخدام قطع من القطن النظيف ثم يتم شطفها بالماء ويتم وضعها مقلوبة على لوحة التصفية تعالوا نشوف مع بعض المعيار او اللوان عندي شرائح زجاجية كيف نقوم بعملية التنظيف بتم غمس الشرائح الزجاجية في محلول تركيز و10% من الصدى الكوية لمدة نصف ساعة او بتم نقاعها في المحلول المنظف ثم غسلها بالماء كل شريحة بتم غسلها على حدة عدة مرات او بتم غسلها بالصابون الخشن ثم اعادة غسلها بالماء مرة اخرى رابع حاجة معنا اللي هي المصات المصة قولنا بتستخدم في نقل المحليل وبتشطف بماء فاتر عدة مرات وقد تغسل بمحلول صدى كوية القوة بتاعته بتكون حوالي 2% تعالوا نشوف المعيار رقم 4 في مخرج التعلم رقم 1 اللي هو معيار اداء 1.4 اللي هو ايه بقى بنص على ايه يعقم الادوات المعملية المستخدمة في التمرين العملي وفقا لشروط التعقيم طيب التعقيم ايه هو يا ولاد التعقيم اعزائي الطلبة والطلبات احنا بنضع اصص معينة للعمل في معامل الاحياء كيف تقوم باعداد معامل الاحياء بتم اجراء الاختبارات المختلفة واجراء عملية التشريح وايضا اجراء عملية التعقيم انا عندي ادوات متنوعة عندي ادوات زجاجية عندي اجهزة عندي ادوات معدنية ايا كانت الاداة اللي عندي لابد من تعقيمها جيدا لانه يوجد عليها العديد من المايكروبات الملوسة وبالتالي لو انا بعمل تجربة فممكن هذه المواد المايكروبات تنتقل الى التجربة اللي عندي وبالتالي بيحدث تلوس او بنقول علي بليوشن لمواد التمرين اللي عندي فانا لازم اتوخى الحذر عند اجراء الاختبارات واجري عملية تعقيم جيد لمعظم الادوات اللي انا هستخدمها في التمرين التعقيم باختصار هو الابادة الكاملة لجميع المايكروبات الموجودة على المواد والادوات صعبة دي لا مستعبة خالص الابادة الكاملة لجميع المايكروبات اللي موجودة على المواد والادوات احنا حفظنا دلوقتي مع بعض هو ده المقصود بكلمة التعقيم التعقيم لاغراض كثيرة جدا وايضا التعقيم لطرق كثيرة جدا هنستعرضهم مع بعض في حلقة اليوم باختصار اول تعالوا نشوف بعض التعريف قبل ما ننقل للإصلاد الثاني هو الابادة كاملة لجميع المايكروبات الحية الدقيقة سواء كانت على حالة خضرية او حالة متجر السماء طيب مجالات التعقيم بيستخدم في جميع الاعمال البكتريولوجية زي تنمية وعزل المايكروبات في الاغراض الطبية عند اجراء العمليات الجراحية او في مجال الاغذية عند تعقيم المعلبات دي طبعا صورة من داخل احد المستشفيات بتبين لك اجهزة التعقيم المختلفة لكل مستلزمات اجراء العمليات الجراحية في غرف العمليات طيب تعالوا نشوف طرق التعقيم التعقيم عندي تلات طرق تلات طرق رئيسية بستخدمهم لاجراء عمليات التعقيم اول طريقة بقول عليها التعقيم الفيزيائي او الطرق الفيزيائية ودي بتم فيها عزاء الطلبة والطالبات استخدام الحرارة او استخدام الاشعاع يبقى اول طريقة عندي من الطرق الفيزيائية استخدام الحرارة او الاشعاع والحرارة عندي الاشعة طبعا معروفة سواء كان اشعة اكس اشعة جاما الاشعة فوق البنفسجية اللي هو بنقول عليها اليو في او الاشعة تحت الحمراء اللي احنا بنقول عليها الاي ار ايا كان نوع الاشعة اللي عندي طب تعالوا نشوف الحرارة الحرارة بتنقسم عندي لقسمين اما حرارة جافة او حرارة رطبة اما حرارة جافة او حرارة ايه رطبة الحرارة الجافة بتنقسم ايضا لقسمين إما استخدام اللهب المباشر وحوريكم فيديو في حلقتنا المميزة بيوريلك كيفية إجراء التعقيم باللهب المباشر اللي احنا بنقول عليه لهب بنزن أو الحرارة دي تكون على هيئة الهواء الساخن المتصاعد من أحد مولدات الحرارة المختلفة والجهاز المستخدم عندي بقول عليه المعقم بالهواء الساخن طيب الحرارة راطبة الحرارة راطبة باختصار مقصود بيها البخار الساخن سواء كان على الدرجة العادية دون ضغط بنقول عليه استخدام البخار الساخن على درجة حرارة 100 درجة موية والجهاز المستخدم عندي اسمه جهاز أرنولد وبتم التعقيم في الجهاز ده لمدة 3 أيام متتالية على درجة حرارة 100 والفترة بتكون بعد الغلان 20 دقيقة أما التعقيم بالبخار تحت ضغط يبقى لازم أستخدم جهاز اسمه جهاز الأوتوكلاف وجهاز الأوتوكلاف هنوريكم ده طريقة استخدامه دلوقتي في الحلقة ودرجة الحرارة بزيد عن 100 تصل أحياناً لـ 121 والمدة بتكون تقريباً نص ساعة والضغط الجوي 1.5 رطل على البوصة المربعة تعالوا نستعرض مع بعض الطرق باستخدام التعقيم الفيزياء اللي هي الحرارة قلنا زي ما قلت لكم الحرارة الجافة والحرارة المصحوبة برطوبة الحرارة الجافة زي اللهب المباشر بيتم تعقيم ولازم تحفظه أمثلة إبر التلقيح وعرفنا عن إبر التلقيح المستقيمة وزات العقدة والشرايح الزجاجية وجهاز المعقم بالهواء الساخن ده بيتم تعقيم أو بيتم تعقيم فيه أطباق بيتري وأيضاً المصات الزجاجية وأنبيب الإختبار طبعاً دي صورة بتبين لك الأوتوكلاف اللي هو التعقيم بالبخار تحت ضغط طيب بتتعدد أيضاً طرق التعقيم وممكن أستخدم الحرارة المصحوبة برطوبة اللي هو بنقول عليه باختصار التعقيم بالبخار الجهاز المستخدم اللي عندي جهاز الأوتوكلاف بيتم تعقيم البيئات اللي بتتحمل درجة الحرارة العالية والأدوات المعدنية وكذلك الأدوات الزجاجية بعد وضعها في علب معدنية زي ما وعدتكم آدي فيديو بيبين لك جهاز الأوتوكلاف وكيفية تعقيم الأدوات في جهاز الأوتوكلاف آدي بيئة من البيئات الغذائية بيطم وضع البيئات والمواد المراد تعقيمها ولكن لابد أن تكون هذه المواد تتحمل درجة الحرارة العالية لأنه زي ما أنا قلتلكه درجة الحرارة داخل الجهاز بتزيد عن مية قد تصل إلى 121 درجة ماوية والضغط الجوي طبعا لأنه الجهاز ده بيولد ضغط الجوي عالي طبعا فيه ناس ممكن يكون مستغربة لإسم الأوتوكلاف لا الأوتوكلاف ده موجود عندنا في معظم البيوت اللي هو بيسموه حلة الضغط أو الحلة اللي هي بيتم طهي الطعام فيها بسرعة نفس فكرة العمل تماما شايفين أنتوا طبعا المشابك اللولابية المعدنية اللي بيتم قفلها دي دي طبعا لابد من إحكام غلقها لأنه الضغط الجوي داخل الجهاز بيكون مرتفع جدا وده ممكن يؤدي إلى تطاير غطاء الجهاز فلابد من توخي الحذر عند استخدام جهاز الأوتوكلاف ونتأكد أيضا أنه منسوب المياه داخل الجهاز عند المنسوب المناسب طبعا فيه مؤشر بيبين لك إرشادات الجهاز بعد ما أنا أحكمت عملية القفل في الجهاز بيتم بعد كده توصيل الجهاز بالطيار الكهربي وبيترتفع درجة الحرارة نتيجة تسخين المياه وبالتالي بيزيد شايفين المؤشر اللي هنا ده اسمه المانومتر والمؤشر ده مهم جدا لقياس الضغط الجوي داخل الجهاز طبعا لما بنوصل للضغط المطلوب والمدة المطلوبة بيتم انتهاء عملية التعقيم طبعا شايفين البخار المتصاعد ده من فتحة الأمان البخار المتصاعد ده ضغط الجوي داخل الجهاز بيكون عالي جدا وبيتم تعقيم معظم البيئات اللي بتتحمل الحرارة العالية بعد انتهاء عملية التعقيم لابد من الانتظار فترة حوالي 15 دقيقة حتى ينخفض الضغط داخل الجهاز تعالوا بقى نشوف هذه صور بتبين لك معنا في شاشتنا المتميزة كيفية اجراء التعقيم للشراح الزجاجية على لهب بنزن او ابر التلقيح شايفين او فوهات الانابيب المستخدمة في عملية التعقيم طيب تعالوا نشوف بعد كده التعقيم باستخدام او الطريقة التانية اللي هو التعقيم باستخدام المواد الكيموية بيستخدم في تعقيم الادوات التي لا يصلح فيها التعقيم بالحرارة ممكن استخدم عندي مواد كيموية كثيرة جدا كولوريدي الزبقيق الكحول الفينول الكولوروفورم ايا كان المادة الكيموية اللي انا هستخدمها وليكن عندنا مثلا الكولوروفورم ده بيستخدم في تعقيم الايدي والبنشات وايضا البيئات زي بيئة سيرم الدم المطاهرات ايضا زي الكحول دي بتستخدم في تعقيم الايدي الطريقة الثالثة والاخيرة معايا في طرق التعقيم اللي هو التعقيم بالترشيح او باستخدام المرشحات او فيه ناس بتقول عليه التعقيم الميكانيكي ايا كان الاسم التعقيم الميكانيكي باختصار اعزاء طلبة والطلبات هو الازالة الميكانيكية لمعظم المايكروبات او الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في السوائل يعني انا باختصار اكن انا بصفي او بفلتر السائل اللي موجود عندي من الميكروبات اللي موجودة بيه تخيلوا بقى السقوب الواجب او حجم السقوب الموجود في القرص الترشيح لابد ان تكون دقيقة جدا تقاس بالمايكرون اللي هو بيسوي واحد على الف من الملي وبالتالي بيحجز او هذه الشرائح من مادة الاسبستوس بتحجز المايكروبات وبتجعل السائل معقما بعد نزوله من خلال فتحات المرشحات طبعا عندي انواع كثيرة جدا للمرشحات مرشح زيتس مرشح بيركفيلد مرشحة شمبرلند مرشح الزجاج المسامي انواع متعددة وكثيرة جدا من انواع المرشحات زي ما انتوا شايفين معنا في الصورة ادي مرشح زيتس وادي بيصب السائل اهو لحين نزوله من السقوب الفلتر وبالتالي بنحصل على السائل معقما طيب طبعا دي صورة لبطاعة الملاحظة في مخرج التعلم رقم واحد مخرج التعلم بنكتبه هنا بنكتب هنا ادي اسم الطالب وادي الصف وادي كود الطالب والمدرسة والإدارة التعليمية ومدرية التربية والتعليم البطاعة بتتكون من الجدارة اللي هي بيبقى تحتها مخرج التعلم اللي هو رقم واحد عندنا يعد الأدوات والأجهزة المعملية وعندك خانات التقييم اجتاز اجتاز لفرصتين التقييم الأولى والتانية ودي التاريخ ودي توقيع المقيم طبعا بطاعة الملاحظة اللي معانا معيار الأداء رقم واحد واحد بيرتب الأدوات والأجهزة المعملية اللازمة وفقا لإرشادات المعمل الخطوات يرتب الأدوات اللازمة وفقا لخط التنفيذ المهارات العملية الخطوة الثانية يرتب الأجهزة طبعا لو اكتاز بتدي له أعلامة صح مش اكتاز يبقى ليه فرصة تانية وبعيد التمرين يرتب الأجهزة اللازمة وفقا لأوليات تنفيذ المهارات العملية المعيار الثاني يختار احنا عندنا أربع معايير في المخرج الأول يرتب ويختار وينظف ويعاقم واحنا استعرضناهم مع بعض الطالب يتدرب على كل هذه الخطوات من يقوم بإجراءها بالطريقة الصحيحة وفقا لتعليمات المعمل ووفقا لمتطلبات التمرين العملي وشروط التعقيم يبقى الطالب ده اكتاز الجدارة من المرة الأولى وبالتالي بينتقل إلى مخرج التعلم رقم 2 تعالوا بقى أنا مع بعض ننتقل إلى مخرج التعلم رقم 2 مخرج التعلم رقم 2 في واحدة إعداد معمل الأحياء بينص على يعد المواد والخامات المتنوعة عندي برضو أربع معايير أداء لهذا المخرج المعيار الأول اللي هو 2-1 بيختار المواد والخامات المناسبة لتنفيذ المهارة وفقا لشروط أداء المهارات العملية طيب المعيار الثاني اللي هو 2-2 يزن يعني يقوم بعملية الوزن للمواد والخامات المطلوبة لتنفيذ المهارة طبقا لتعليمات تنفيذ المهارات طيب رقم 3 اللي هو معيار أداء 2-3 يحفظ المواد والخامات لحين الاستخدام وفقا لشروط التخزين آخر معيار عندي من معايير الأداء التي تحدد مدى إنجاز الطالب المتوقع لمخرج التعلم رقم 2 اللي هو يعد المواد والخامات والأجهزة والخامات المتنوعة اللي هو المعيار 2-4 يجهز المواد والخامات قبل بدء تنفيذ التجربة بوقت كاف وحسب تعليمات تشغيل المعمل طيب تعالوا نشوف إيه هي أدلة التعلم الأساسية الواجب تقدمها لكي يبرهن المتدرب أو الطالب على أنه أصبح جديراً في مخرج التعلم رقم 2 طبعاً أنا كان عندي في مخرج التعلم رقم 1 بطاعة ملاحظة للمعايير الأربعة وكان عندي دليل تساؤل في صورة امتحان تحريري أيضاً للمعايير من 1-1 لـ 1-4 هنا عندي بطاعة ملاحظة فقط وعندي أدلة داعمة الأدلة الداعمة قد تتمثل في صورة صور للطالب أثناء تأديته للمهارة أو تتمثل في عمل فيديو تعليمي أثناء قيامك بتمرين معين أو بالمهارة المعينة لكي تبرهن أنك أصبحت جديراً ويتم إصدار الأحكام من قبل المقيم أو المحقق الداخلي أو الخارجي بعد خطوات التحقق الداخلي والخارجي المقيم عندما تثبت وتبرهن أنك أصبحت جديراً يتم حصولك على أنك أصبحت جدير وتنتقل إلى مخرج التعلم بعد كده اللي هو رقم 3 نحن عندنا في وحدة إعداد معمل الأحياء خمس مخرجات التعلم المخرج الأول مخرج مشترك بين مادة النبات ومادة الحيوان المخرج 2.3 خاص بمادة النبات والمخرج 4.5 خاص بمادة الحيوان الزراعي طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه هي الأدلة الأساسية الواجب تقدمها والتي لا غنى عنها لكي يتم تقديم الطالب في مخرج التعلم رقم كام رقم 2 بيلزم تقديم دليل أداء واحد في صورة بطاقة ملاحظة مجمعة أو بنقول عليها مدمجة للمعايير من كام بقى من 2.1 ل2.4 خلي بالكم من الترقيم طيب الأدلة الدعمة زي ما قلت لكم ممكن تكون في صورة صور رقمية أو تسجيلات فيديو وكل الأدلة دي بتم وضعها في البرتفوليو البرتفوليو اللي هو إيه؟ اللي هو ملف إنجاز الطالب اللي احنا قلنا عليه في الحلقة الأولى اللي هي كانت مقدمة عن منظومة الجدرات المهنية في المدارس النوعية التي تطبق المنظومة وقلنا إنه البرتفوليو أو ملف الإنجاز هو ملف شخصي للطالب نفسه وبتم تجميع الأدلة التي تثبت أن هذا الطالب أصبح جديرا في وحدات البرنامج الدراسي سواء كان فن معمل سواء كان حاصلات سواء كان فن محاصيل أو حتى التخصصات أو البرامج النوعية في المجال الصناعي أو المجال التجاري أو المجال الفندوقي كل المنظومة قائمة على أصص واحدة ولكن الاختلاف في الوحدات في وحدات بتحتاج لأكثر من دليل أداء وفي وحدات بتحتاج أو مخرجات بتحتاج لأدلة داعمة وهكذا يبقى أنت الأساس اللي عندك هو أساس واحد اللي هو مخرج التعلم ومعايير الأداء وأدلة التعلم كل الأدلة بتم جمعها في ملف الإنجاز الخاص بالطالب والطالب ملف الإنجاز مصاحب له طوال فترة دراسة البرنامج سواء من بداية الدراسة في الصف الأول وحتى وصوله إلى المرحلة النهائية وبعد انتهاء التظلمات وفحصها وإصدار أو تنفيذ توصيات المحقق الخارجي واعتماد النتيجة خلال شهر من حق الطالب أن يتقدم إلى المؤسسة أو إلى المدرسة التي يكون متقدم فيها للحصول على ملف الإنجاز الخاص به وتقديمه إلى جهات العمل لكي يثبت لها أنه مؤهل للقيام بمهامه الوظيفية في هذه المؤسسة الصناعية أو الزراعية أو التجارية كل الأدلة زي ما قلنا بيتم الاحتفاظ بها في ملف الإنجاز من أجل أغراض التحقق سواء كان تحقق داخلي أو خارجي تعالوا بقى ناخد المعيار الأول اللي هو معيار الأداء 2-1 في مخرج التعلم رقم 2 اللي هو يعد المواد والخامات والأجهزة إيه هو بقى المعيار ده اللي هو يختار المواد والخامات المناسبة لتنفيذ المهارة وفقا لشروط أداء المهارات العملية أول حاجة عندي بختار مواد زي بختار المواد والخامات الأساسية زي الأوساط والبيئات الغذائية دي بتشترك في معظم البيئات الغذائية في احتواها على المواد الآتية حناخدهم مادة مادة أول مادة عندي اللي هي مادة البيبتون البيبتون باختصار شديد جدا مصدر هام جدا للناتروجين العضوي اللي بيستخدم فيه إعداد البيئات المعدة لتنمية الكائنات الحية الدقيقة غير ذاتية التغذية بيحضر من إيه؟ بيحضر من اللحم الخالي من الدهون بعد تحلله بواسطة إنزيم بنقول عليه إنزيم البيبسين طيب النوع التاني أو المادة التانية اللي هي خلاصة اللحم زي ما أنتم شايفين باختصار ده بتتحضر من اللحم البقري الخالي من الدهون بعد إجراء عملية الغلي وترشيح الخلاصة وتركزها ويحتوي المستخلص على بعض الأحماض الغير عضوية وبعض المواد العضوية زي الأحماض الأمنية زي الجولوكوز زي اليوريا حامض اللاكتك الفيتامينات وعوامل النمو الأخرى للكائنات الحية الدقيقة المختلفة طيب النوع اللي بعد كده اللي هي خلاصة الخميرة طبعا كلنا عارفين الخميرة منها أنواع كثيرة جدا فيه خميرة مضغوطة فيه خميرة بنقول عليها الخميرة الفورية فيه الخميرة الناشطة يعني عندي أنواع متعددة للخميرة الخميرة بتحتوي على عديد من الفيتامينات وأشهرهم فيتامين بي المركب ولذلك بينصح بتناولها للأطفال الصغار لأنه هي بتبقى ذات قيمة غزائية مهمة جدا وبتستخدم فيه العديد من الصناعات زي صناعة المخبوزات لأنه هي أثناء تنفس فطر الخميرة ده بيعمل على وجود فقاعات من سانيوكسيد الكربون داخل العجين بيدي له القوامل الإسفنجي وبالتالي بيدي له أيضا نكهة محببة لدى من يستهلك هذه المواد الغزائية تعالوا نشوف خلاصة الخميرة بتحتوي على بعض الأحماض الأمنية وبعض العوامل المساعدة للنمو والأملاح المعدنية طيب المكون اللي بعد كده الماء بتحتاج الخلال حية إلى الماء للنمو طبعا وادعنا من الماء كل شيء حي ولإتمام عمليات الأيض وعلاوة على استخدامه كمادة موزيبة للمواد الغزائية بس بيفضل إن احنا نستخدم الماء المقطر علشان الماء المقطر أعزاء الطلبة والطلبات بيكون خالي من الأملاح المعدنية وبالتالي بيديني نتيجة إيجابية طيب بعد كده المواد التصليبية المواد التصليبية يعني اللي بتحول السائل إلى صلب باختصار شديد جدا بتضاف إلى بيئة الزرع اللي هي البيئات أو عمل المزارع الميكروبية أو المزارع البكترية السائلة بعض المواد اللي تساعد على تحولها إلى بيئة صلبة فتساعد على تكوين مستعمرات فردية طبعا عندنا مادتين مشهورين جدا اللي هو بيعمله عملية التصليب اللي هو الجيلاتين والأجار الجيلاتين أول ما استعمل كمادة تصليبية في بيئات الزرع وهو عبارة أو بنستخلصه من إيه هو عبارة أصلا عن مادة بروتينية بتحضر عن طريق معاملة عظام الحيوانات وجلدها بمواد معينة وبينظر حاليا استخدامه كمادة تصليبية في البيئة نظرا لأنه كثير من الأنواع المختلفة من البكترية يمكن أن تحلله مائيا ولأنه ينصاهر عند درجات التحضين طبعا درجات التحضين بتبع حوالي 37 درجة مائوية طيب المادة التانية اللي عندي مادة اسمها الأجار أجار أو بقولوا عليها الأجار الأجار دي مادة كربويدراتية بتستخلص من بعض أنواع الطحالب البحرية أو البنية والمادة دي بتنمو بوفرة أو الطحالب دي بتنمو بوفرة على سواحل بعض الدول زي اليابان وهو بيتصلب عند درجة يعني بيتحول إلى صلبة عشان بس ما تقولوش الكلام كبير يعني يتصلب يعني بيتحول إلى الحالة الصلبة على درجة حرارة من 42 إلى 45 درجة مائوية ويتحول إلى الحالة السائلة يعني درجة انصهاره وتجمده عالية 98 درجة مائوية بيتميز بقى عن الجيلاتين في ايه؟ بيتميز أنه مادة كربويدراتية لا يمكن للكثير من أنواع الكائنات الحية الدقيقة أن تحلله بسهولة ايه تعالوا نشوف مع بعض شكل أو صورة لمادة الأجار طبعا أنتم جاهبين لونه بيبقى لون بيج كده وطبعا بيتحول للحالة السائلة مع ارتفاع درجة الحرارة تعالوا بقى ناخد معيار الأداء رقم 2 يبقى احنا اخترنا الأدوات واخترنا الخامات والمواد هنختار بقى ايه؟ أو نعمل عملية وزن لهذه المواد والخامات اللي بيتم تحضيرها عند تنفيذ أحد المهارات طبعا الاسم بتاعها يزن المواد يبقى لازم استخدم ميزان بس مش ميزان مش زي اي ميزان لازم يكون ميزان حساس بيتم وزن المواد والخامات المطلوبة لاعداد البيئات الغذائية باستخدام الميزان الحساس أو بنقول علي الميزان الرقم وحوريكم فيديو دلوقتي بنحضر فيه أو بورينا ازاي نحضر البيئات الغذائية بتحضر البيئات الغذائية لتنمية واكسار الكينات لحياة الدقيقة بإزابة وزن معلوم من المواد والخامات في الماء المقطر اعتمادا على التعليمات اللي بتكون مدونة على علب المواد والخامات وحسب متطلبات كل بيئة غذائية ويتم تحميل عبوات المواد الخام وحملها بحذر ويتم استخدام الكمية المطلوبة دون إصراف ودون إهدار ولا يتم إرجاع الكمية الزائدة إلى نفس العبوة الأصلية ولكن تحفظ في عبوات صغيرة ويتم تدوين بيانات المادة عليها زي اسم المادة والتركيز وفيما تستخدمه تاريخ الامتاج والصالحية زي ما وعدتوا قادي فيديو تعليمي بيوضح لنا إزاي نقوم بعملية تحضير للميكروبات اللي انتوا شايفينها في الصورة اللي معانا دي طبعا دي مادة الأجار ودي طبعا الميزان زي ما قلنا مادة الأجار بيتم التأكد من تاريخ الصلاحية اللي هي الإكسبير وأيضا بيتم التأكد من الكمبونتس أو المكونات بناخد الماء المكتر زي ما انتوا شايفين بيتم قياس حجمه بوسط المخبار طبعا ده الدرق المخروط اللي احنا خدناه في الحلقة السابقة ودي الميزان الحساس شايفين ليه عبارة عن نافذة زجاجية بيتم فتحها لمنع الطيارات الهوية من التأثير على عملية الوزن زي ما انتوا شايفين بيتم تصفير الجهاز ثم وضع الكمية المناسبة ثم نقوم بوضعها في الدرق المخروطي وبنقوم بعد كده بإضافة كمية من الماء المكتر إلى البيئة شايفين الجهاز اللي انتوا شايفينه ده ده بيقوم بعملية تقليد أو بنقول عليلة شكر وإزابة لمكونات المحلول بعد كده بنصبها في بنحط عليها بقية الماء ونعمل أيضا عملية خلط للمكونات جيدا ثم نقوم بتغطية المخبار المخروطي أو الدرق المخروطي ووضع البيانات عليه ثم نقوم بإجراء عملية التعقيم في جهاز يسمى الأوتوكلاف ده طبعا نوع حديث جدا من الأجهزة اللي بتتأكد من منسوب المياه داخل الجهاز إذا كانت منخفضة بتتم إضافة كمية من المياه إلى الجهاز وبعد كده بتضع البيئة في سلة من المعدن وبتم وضعها في الجهاز وغلق وإحكام غلق الغطاء جيدا هذه درجة الحرارة عندنا كام 121 زي ما قلت لكم والمدة حوالي ربع ساعة وبتدون طبعا بيانات الأداء المراد تعقيمها وبعد كده عند انخفاض الضغط شايفين المانومتر عند صفره عند انخفاض الضغط بيتم فتح غطاء الجهاز وإخراج البيئة المعقمة ثم إعادة إجراء عملية المزج والخلط للمكونات البيئة عن طريق الشكر أو جهاز الطرد المركزي وبعد كده شايفين أطباق بيتري بتتم فتح الغطاء زي ما انتوا شايفين معنا وبتم صب البيئة بيت الأجار السائلة في أطباق بيتري والتأكد من امتزاج البيئة داخل الطبق زي ما انتوا شايفين معنا في الفيديو وبعد كده بيتم تحضين البيئة على فيء الحضان لحين استخدامها طيب المخرج اللي بعد كده أو المعيار اللي بعد كده اللي هو المعيار 2-3 احنا خدنا المعيار 2-1 المعيار 2-2 اللي هو يزن المعيار بقى 2-3 يحفظ المواد والخامات لحين الاستخدام وفق شروط التخزين طبعا لازم نكون عارفين كلنا شروط التخزين تعالوا نستعرضها مع بعض في عجالة بتحفظ المواد والخامات في خزائن خاصة ذاتة تهوية جيدة وبعيدة عن متناول ايد الطالبة وايضا بعيدا عن التجامعات الطلاب وحركاتهم ويستحسن ان توضع هذه الخزائن في غرفة التحضير الخاصة بامين المعمل وقبل استقبال اي مادة لخزنها لا بد من التعرف على هذه المادة جيدا وبدقة ويدون عليها الاسم والمكونات والتعليمات الخاصة بعملية التخزين وايضا كيفية الاستخدام والمخاطر الناجمة عن سوء استخدامها والتأكد ان المعلومات الاساسية الخاصة بها تكون مسبتة عليها عن طريق الليبل او بطاقات معينة وهذه المعلومات بتكون عبارة عن اسم المادة الارشادات التحذيرية الخاصة وايضا التركيز ومعدل الاستخدام طيب في شروط لا بد من مراعتها عند تخزين المواد والخامات اول شرط عندي لا بد ان توضع في خزائن حفظ المواد بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ويجب ان يتم فتحها باستمرار لضمان حدوث عملية التهوية اتنين يفضل ان توضع العبوات الكبيرة في الرفوف السفلة من الخزانة في حين توضع العبوات الصغيرة في الرفوف العليا يعني العبوات الكبيرة احطها في الرفف الاسفل بينما العبوات الصغيرة بتوضع في الرفوف العليا نمرة ثلاثة تصنف العبوات في الرفف الواحد بحيث توضع الكبيرة منها في الخلف في حين توضع العبوات الصغيرة في الأمام لسهولة عملية التداول والتناول لإجراء الاختبارات المختلفة نمر أربعة والأخيرة بيحضر وضع أي جهاز في خزانة حفظ المواد منعا لتلف هذه الأجهزة طبعا تعرفين أن المواد والخامات بيكون معظمها مواد كيموية قابلة للتفاعل مع سطح المعدن المكون منه الجهاز وخصوصا عند توافر نسبة عالية من الرطوبة أو نسبة قليلة من التهوية هذا يمكن أن يؤدي إلى انتقال وتفاعل المادة والخامة مع الجهاز وبالتالي حدوث الصدق أو حدوث تلف لهذه الأجهزة والأجهزة طبعا أنت كامين معمل أنت تبقى عارف أن هي أجهزة غالية السمن فلابد من المحافظة على هذه الأجهزة بقدر الإمكان من التعرض للتلف سواء عن طريق الصدق أو عن طريق الكسر أو أيا كانت الوسيلة التي تؤدي إلى تلف الجهاز نحن نتعامل مع أجهزة في معمل الأحياء لابد أن نلتزم كامين معمل أو كطالب بكل اللوائح المنصوص عليها وإرشادات العمل داخل معمل الأحياء وأنا كنت مصمم أن أتناول بالشرح إرشادات الواجب مراعتها في العمل داخل معمل الأحياء علشان دي مهمة جدا جدا لأعزان الطلبة والطالبات ودي تبقى بداية أو حجر الأساس والقواعد واللوائح اللي نتبعها عند العمل في معمل الأحياء تعالوا نستعرض مع بعض أعزان الطلبة والطالبات باقي المخرجات اللي هو المعيار رقم 2-4 طبعا إحنا خدنا معيار رقم 2-1 اللي هو يختار المعيار رقم 2-2 اللي هو يزن المعيار رقم 2-3 اللي هو يحفظ والمعيار الأخير في مخرج التعلم رقم 2 اللي هو يجهز المواد والخامات قبل بدء تنفيذ التجربة بوقت كاف وحسب تعليمات تشغيل المعمل طيب تعالوا نشوف مع بعض إيه هي المواد اللي أنا حجهزها لأي تمرين زيت السيدر طبعا عرفنا زيت السيدر ده بيستخدم عند فحص التحضيرات البكتيرية بيستخدم في فحص البكتيريا بالعدسة الزيتية حيث يعمل على زيادة شدة الإضاءة وتجميع الأشعة ووضوح الرؤية تحت العدسة طيب النوع الثاني اللي هو الكحول بيستخدم فيه تعقيم البنشات والأيدي وأيضا المواد التي لا تتحمل درجة الحرارة العالية طبعا ده الكحول ده حديث الساعة نظرا لتفاقم وتواغل وانتشار فيروس كوفيد ناينتين أو ما يعرف إعلاميا بفيروس كورونا ده مهم جدا وأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المؤسسات المختلفة في جمهورية مصر العربية تعالوا نشوف المادة اللي بعد كده اللي هي الزيلول الزيلول ده بيستخدم في إزابة وتكسير الدهون أثناء تنظيف الأدوات سواء كانت أدوات زجاجية أو أدوات معدنية أو حتى أدوات التشريح تعالوا نشوف بعد كده من ضمن المواد أيضا أربعة الصبغات الصبغات أنواع مختلفة ومتعددة وكثيرة أول نوع عندي اللي هو صبغة بنقول عليها أزرق الميسيلين أزرق الميسيلين يبقى أتوقع أن يكون لونها أزرق الصبغة دي متوفرة طبعا في المعامل اللي عندنا في معامل الأحياء النوع الثاني اللي هو صبغة الصفرانين طبعا ده شكل بيبينلك نوع صبغة الصفرانين والنوع اللي بعد كده اللي هو صبغة الجنسيان البنفسيجي طبعا حواركوا صورة لها دلوقتي والنوع الرابع اللي هو اليود زي ما انتم شايفين ده اليود الخام طبعا ده بيستخدم في الكشف عن النشاو بالديني الأزرق طبعا ده صبغة أزرق الميسيلين وده صبغة الجنسيان البنفسيجي طبعا عندي أنواع مختلفة جدا من الصبغات عندي صبغة الفوكسين الأحمر عندي أيضا صبغة جرام وحواريكوا دلوقتي فيديو تعليمي بيوريلك إزاي تستخدم صبغة جرام لصبغ الشرائح البكترية تعالوا نستعرض الفيديو مع بعض آدي أنواع مختلفة من الصبغات زي ما انتم شايفين آدي عبوات الصبغات وآدي أطباق بتري وآدي الشرائح الزجاجية طبعا أنا دلوقتي دي خطوات إجراء عملية صبغ لأحد الشرائح الزجاجية هو بعلم هنا بالألم ده عن مكان اللي حيتم فيه تحميل النموذج أو تحميل الشريحة آديوا شايفين لهب بنزن زي ما انتم شايفين في الصورة ده ده اسمه لهب بنزن وده باستخدام درجة الحرارة الجافة عند تعقيم إبر التلقيح دي طبعا اسمها إبر التلقيح ذات عقدة بياخد نقطة من الماء بيتم وضعها في منتصف الشريحة بيفردها زي ما انتم شايفين هو في منتصف الشريحة الزجاجية وبيعيد عملية التعقيم مرة أخرى لإبرت التلقيح دي طبعا مهارة مهمة جدا جدا آدي بيفتح آدي طبق بتري ودي مستعمرة من الخلايا البكترية نامية على بيئة الآجار المغزي بياخد جزء من المستعمرة وبيفرده على الشريحة الزجاجية ثم يعيد برضو عملية تعقيم لإبرت التلقيح مرة أخرى باستخدام لهب بنزن كل دي كل شوية تلاقي بعقم الأدوات بعقم الأدوات ليه؟ علشان يضمن أنه لا يحدث تلوث بأحد الميكروبات على النموذج المراد عمل تحضير منه لفحصه تحت الميكروسكوب طبعا بيتم بقى تثبيت الغشاء البكتيري باستخدام أو بتمرير الشريحة في اللهب من مرة إلى مرتين طبعا ما تزودش من الكمية لأنه طبعا ده بيمكن يؤدي إلى تلف الشريحة طبعا احنا كده عقمنا الشريحة حنيجي للخطوة اللي بعد كده اللي هو صبغ الشريحة باستخدام صبغ الجرام بيتم صب نقطة من الصبغة على الشريحة وتركها لفترة من الزمن ثم بعد كده بياخدها وبيتم التخلص من كمية الصبغة على الشريحة باستخدام الماء طيب تعالوا نشوف مع بعض احنا خلصنا مخرج التعلم رقم واحد مخرج التعلم رقم اتنين هناخد بقى أدلة التعلم الواجب تقدمها للطالب لكي يتم إصدار الأحكام عليه كونه أصبح جدير في المهارة أو ليس جدير بعد أو غير جدير طبعا أنا عندي كم فرصة ياولاد في التقييم عندي فرصتين للتقييم الفرصة الأولى للتقييم بتكون فرصة مجانية الفرصة التانية للتقييم في حالة عدم اجتيازك للمخرج التعليمي من المرة الأولى بيتم تدريبك خلال أسبوع ثم يتم إعادة تقييمك مرة أخرى طيب لو لقدر الله حصل عدم اجتياز للمرة التانية في التقييم بيتم بقى عمل فرصة ثالثة ولكن بتكون في نهاية الفصل الدراسي سواء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني ودي بيتم بعد أو بيتم عمل برنامج علاجي وتدريبي للمتدربين أو للطلاب بعد دفع رسوم المقررة من وزارة التربية والتعليم تعالوا نشوف بقى مخرج التعلم ده الأدلة اللي أنا هقدمها علشان أثبت أننا جدير في المهارة اللي هو يعد بطاعة ملاحظة عبارة عن مخرج التعلم رقب 2 يعد المواد والخامات طبعا دي آخر حاجة معنا في الحلقة ودي خطوات اللي احنا خدناها المعايير للأداء الأربعة اللي هو يختار ويزن ويحفظ ويجهز طبعا المقيم بيكون بعملية التوقيع وإعطاء أو صدار الحكم في خانة اجتاز والتاريخ ويبتم بعد كده عملية التوقيع لو عايزين نعرف مخرج التعلم رقم 3 يبقى لازم تستنونا في الحلقة المقبلة بإذن الله احنا خدنا النهاردة مخرج التعلم رقم 1 وكملناه وكملنا معاه أو درسنا مع بعض في حلقة النهاردة مخرج التعلم رقم 2 اللي هو يعد المواد والخامات المتنوعة وعرفنا ايه هي اهم المواد والخامات قلنا نختارها وبعد كده نعمل عملية وزن وبعد كده نعمل عملية حفظ وآخر حاجة معنا اللي هي عملية التجهيز بكده عزاء الطلبة ويق الطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور والشلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة